مرحبا وطحياتي للجميع سنتحدث في هذه الحلقة الثالثة من سلسلة الفيلسوف اليهودي عز الدولة بن كامونة البغدادي سنتحدث عن الاعتراضات التي وجهت للقرآن الكريم وايضا عن مقاربته النقدية للملل الإبراهيمية الثلاث وطبعا كل الطعون التي قدمت بشأنها والملل الإبراهيمية الثلاث طبعا هي اليهودية والمسيحية والإسلام طيب مباشرة فيما خص الاعتراضات والطعون على القرآن فسنجد أن في كتاب ابن كامونة تنقيح الأبحاث للملل الثلاث هناك فصل فصل يأتي تحت عنوان شبهات أثارها المتكلمون وردودها شبهات أثارها المتكلمون وردودها وتحت هذا الفصل سيصارد ابن كامونة 14 اعتراض حول القرآن فمثلا من ضمن هذه الاعتراضات هناك قضية صحة تواتر القرآن وهل يترى حدث فيه أي اختلاف تبع الاختلاف حفظت القرآن فهنا يشير ابن كامونة إلى مسألة اختلاف المصاحف كمثل مصحف زيد بن ثابت مصحف عبد الله بن مسعود وآخرين وأيضا يصلت الضوء على كل الطعون التي طرحها هؤلاء يعني بحق بعضهم البعض التي قابلوا بها بعضهم البعض إلى آخرين أيضا من هذه الطعون ما أثير حول تلك الحادثة الشهيرة جدا المعروفة بحادثة الغرانيق الشهيرة والتي بقيت مثار جدل يعني لغاية اليوم ربما وطبع من أهم الطعون التي وجهت للقرآن تتمحور حول مسألة الإعجاز اللغوي للقرآن الكريم ومسألة هل أن القرآن معجز لغويا أم لا هل أن القرآن معجز من هذه الزاوية أم لا فيقول ابن كمونة وهذا والنص لعل محمدا لعل محمدا كان أفصح من غيره لهذا لم يقدر على معارضته أبدا فقد يوجد ذو حرفة معينة ولا يوجد من يساويه لا في زمانه وربما لا يساويه حتى بعد مئات السنين وكذلك أيضا نفس الشيء يوجد من أرباب العلوم كأرستو طاليس في المنطق وإقليدس في الهندسة وبطلموس في الهيئة إلى آخر فكما نرى في هذا النص أو في هذه الفقرة يعني ينقل ابن كمونة شبهة قوية جدا حول مسألة إعجازية القرآن طبعا إعجازية القرآن لغوية أو من حيث اللغة طبعا على اعتبار أن القرآن كما يتفق أغلب المسلمون وأهل اللغة العربية بأنه معجز هناك اتفاق على أن القرآن معجز بلغته بنظمه بفصاحته ببيانه بأسلوبه الفريد طبعا بجمالية ورفعة لغته حتى بنظامه الصوتي أو الموسيقي وبراعته الفنية إلى آخر فكل هذه دلائل يعني على أن القرآن ليس كلام بشر عادي وإنما هو من عند الله هو كلام الله بشكل أو بآخر فيقول ابن كمونة يعني كما قرأنا للتو أنه طيب ما وجه الإعجاز هنا فبرأيه الأمر عادي جدا فقد يكون هناك شخص لديه قدرة لغوية تفوق ما هو موجود عند الآخرين فطبيعي أن أن يكون أقدر لغويا بلاغيا من البقية فهذا ما يحاول ابن كمونة تسليط الضوء عليها أو ما يريد قوله هنا هو أنه ربما يوجد شخص يعني مقدرته اللغوية أفضل من لغة غيره وبمراحل فطبيعي أن أن يأتي بكلام بليغ بلغة جميلة إلى آخرين لكن برأي ابن كمونة أو كما يونقل ابن كمونة فهذا الأمر ليس إعجازي بالمرة لأنه مرتبط بالتفاوت الموجود بين البشر من حيث القدرة على إتقان فن بعينه أو أعلم بعينه ولو كان هذا هو المعيار الصالح للحكم على إعجازية كتاب ما طيب لماذا لا نعامل الكتب الأخرى بنفس المنطق إذا كان القرآن يعتبر معجزا لأنه تفوق بلغته على غيره لنقل من كتب اللغة أو من الكتب العربية طيب ألا يجدر بنا أن نقول بأن منطق أرسطو طبعا لنفس المعيار هو أيضا معجز لأنه واقعا لا وجود لعلم منطق يضاهي منطق أرسطو نفس الشيء مع كتاب إقليدس في الهندسة مع كتاب بطليموس في علم الهيئة علم الهيئة يعني علم الفلد فبالتالي ما ينطبق على القرآن في مجال اللغة ينطبق بنفس المعيار طبعا لنفس القاعدة على كل هذه الكتب في مجالاتها الخاصة طيب بعدها يورد ابن كمونة أيضا مجموعة أخرى من الطعون على الإعجاز اللغوي للقرآن فهناك مثلا وسريعا هناك اعتراض على بلاغة القرآن من حيث أن الآيات القرآنية متفاوتة في مسألة البلاغة ففعلا بعض الآيات بليغة جدا فيما بعض آخر لا ضعيفة على المستوى البلاغي أيضا هناك اعتراض على وجود تناقض في الآيات القرآنية أحيانا لفظا وأحيانا من حيث المعنى أيضا هناك اعتراض على عدم اتصاق موجود في داخل السرد القرآني فمثلا أحيانا يكون السرد حول موضوع محدد حول قضية بعينها وفجأة من دون سابق انذار ينقطع هذا السرد ليبدأ سرد آخر مختلف حول موضوع آخر مختلف تماما وهذا ما يطيح بالتناسق وبالتناغم ويضيع المعنى في مكان ما أيضا من ضمن الطعون هناك اعتراض على مسألة أن هناك إبهام موجود في بعض كلمات وعبارات القرآن هناك كلمات هناك عبارات لا يوجد لها معنى لم تكن مستعملة من قبل أو غير معروفة من قبل أيضا اعتراض على ركاكة ما موجودة في بعض آيات وصور القرآن ولعل أهم اعتراض واقعا يتوقف عنده ابن كمونة مليا هو حول أصالة القرآن الكريم بمعنى حول مصدر الأخبار والروايات وكل تلك القصص الواردة في القرآن هو مسألة أنه من أين اعتبها النبي وهل هي فعلا من عند الله أم لها مصدر آخر فهنا سنجد أن ابن كمونة سيقدم من مثل أربعة سيناريوهات محتملة يعني ممكن أن تفسر لنا مصدر هذه القصص وهذه المعلومات خاصة حول القدماء يعني حول الأمم القديمة حول الديانات الأقدم من الإسلام حول شخصياتها رموزها أنبيائها عقائدها إلى آخر طبعا المذكورة في داخل القرآن فمن أين استقل النبي هذه المعلومات من أين تحصل على كل هذه القصص الواردة في القرآن فكما قلت سيقدم ابن كمونة أربعة احتمالات ممكنة وهنا سنلاحظ أن ابن كمونة سيحاول أن يتنصل من مسؤولية أو يعني من مسألة أن يكون هو هو بنفسه من يضع هذه الاحتمالات طبعا من خلال القول بأنه مجرد جامع لها جمعها من المعترضين والمتشككين تاريخيا على القرآن وعلى نبوة النبي محمد وبالتالي يعني يرفع المسؤولية عن كاهله فيقول بأنني سأورد احتمالات ذكرها بعض المعترضين وبعض المتشككين بمسألة أصالة القرآن وبمسألة كل هذه القصص الواردة في القرآن فأربعة احتمالات فالاحتمال الأول بحسب ابن كمونة أو بحسب ما ينقل ابن كمونة فهذا الاحتمال الأول يشير إلى أنه من الجائز أن يكون القرآن من مصدر إلهي ممكن أن يكون وحي من السماء لكن هذا الوحي لم ينزل على النبي محمد لم يطلقاه النبي مباشرة من الوحي أو عن الوحي وإنما بحسب هذا الرأي ربما هذا الكتاب نزل على نبي آخر أو هذه القصص تنزلت على النبي آخر ربما غير معروف وكان له صلاة بالنبي محمد فدعى محمدا إلى الإيمان به دعاه إلى الإيمان بكتابه فأطلعه على هذا الكتاب لكن محمد استولى على الكتاب بشكل أو بآخر ربما أخفى هذا النبي قتل هذا النبي إلى آخره فأخفاه وأخذ الكتاب أو أخذ هذه القصص ومن ثم صاغها وبالتالي ادعى النبوة ونسب هذا الوحي لنفسه فهذا احتمال أول كما يورد ابن كامونة طيب الاحتمال الثاني فمن المحتمل أن النبي اطلع على كتب الديانتين اليهودية والمسيحية على التوراة والإنجيل وباقي الكتب التي تدور في فلك هتين الديانتين طبعا الأقدم من الإسلام وهذا الاطلاع طبعا حدث خلال احتكاكه بهم في كل تلك الرحلات التجارية التي كان يتنقل من خلالها النبي في كل أرجاء الجزيرة العربية والشام واليمن وغيرها من أماكن طبعا كانت تشهد تواجد كبير لأهل هذه الديانات وابتالي أخذ عنهم اقتبسة من كتبهم من تراثهم وصاغ بعد ذلك من هذه الاقتباسات يعني بين قوسين طبعا بعد أن عدل عليها أضافة يعني نسخة أو أضافة يعني كما نقول بعض قص ولصق فصاغ منها كل تلك القصص الواردة في القرآن وبالتالي من خلال هذه الصياغة جعلها متميزة عن ما هو موجود في الكتب التي تعود للديانتين المسيحية واليهودية فهذا احتمال أيضا بحسب ابن كمونة ممكن أن يكون النبي اقتبس عن كل من احتك بهم من أهل الديانتين المسيحية واليهودية طيب الاحتمال الثالث أن يكون النبي قد قد طلق هذه المعلومات وسمع هذه القصص من أشخاص مقربين منه عملوا على تعليمه أو كانوا مثلا يحدثونه بهذه القصص يرونها له بشكل أو بآخر أطلعوه على ما في كتب الأولين على قصصهم أو علموه إياها بشكل أو بآخر يعني كمثل سلمان الفارسي ورق بن نوفل وآخرين وطبعا بعدها اختار النبي ما يناسبه من هذه القصص ويعني صاق القرآن بشكل أو بآخر طيب الاحتمال الرابع والأخير وهو أن القرآن فعلا هو كلام الله المنزل وبالتالي في النبي صادق في نبوته في نبوته ودعوه أيضا وفي نفس الصياق سنرى أن أبن كامونة سيعرض لكل الأدلة الإسلامية حول إعجازية القرآن وسيدلل على كلامه طبعا بأراء كبار شخصيات كبيرة جدا من أمثال ابن سينة الفخر الرازي الإمام الغزالي وآخرين أيضا سيستشد بآيات كثيرة جدا من القرآن وبأحاديث وتفاصيل طبعا تدلل على سعة اطلاعه وتدلل على ثقافته الإسلامية مثلا حول إعجاز القرآن سيذكر كل تلك الآيات التي تحدى بها القرآن المشركين تحدى القرآن المشركين بأن يأتوا بمثلها أو بمثل القرآن بشكل عام يعني كمثل الآية التي تقول وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهدائكم من دون الله إن كنتم صادقين فباقعا يعرض لكل هذه الآيات ولكل الأحاديث التي طبعا تدعم مسألة إعجازية القرآن لنقل بكل شفافية وبكل موضوعية طيب نترك مسألة الحديث عن المقارنة النقدية التي أجرها بين الديانات الإبراهيمية الثلاث إلى حلقة قادمة وشكرا وإلى اللقاء